أحب أن نوه عن حاجة إن شاء الله قناة النادي الأهلي بإذن الله هتزيع ابتداء من بكرة بطولة استادات الدولية لكرة اليد في نسختها الأولى هذه البطولة بتتنظم لأول مرة هيشارك فيها منتخبات كبيرة أوروبية على مدار ثلاث أيام إن شاء الله يوم 12 يوم 11 و12 و13 يعني بكرة وبعده وبعده المباراة هتلاعب على استاد القاهرة السلاة رقم 2 هموم شاركة منتخبات مصر والمجر والرومانيا منتخبات الشباب تحت 20 سنة اللي إن شاء الله عندهم بطولة تعلم هذا الموسم ومش بس كده كمان يعني عندهم كمان احتكاكات قوية خلال الفترة جاية عشان كل الفرق دي بتشتغل عن نفسها بيقود منتخب مصر كبتنطرق محروس طبعا أكيد بنحيي شركة استادات على هذا يعني الإنجاز الرياضي الكبير استدافة مصر لهذه البطولة أكيد هيكون داعم لفرقنا وزيما كانت شركة استادات موجودة في طول الوقت والزمان والمكان في دعم منتخباتنا دا دور مهم جدا بتقوم بالشركة في هذا الاتجاه احنا منتظرين بإذن الله المباريات هتزاع على شاشة قناة النادي الآلي خلينا استعد مع حضراتكم المباريات ومواعدها عشان حضراتكم تبقوا عارفين هيكون ايه المباريات عندنا أول مباراة بكرة هتبقى ما بين المنتخب المصري ومنتخب رومانيا هتكون في تمام الساعة السادسة مساء وأكيد هيكون قابليها بساعة الستوديو التحليل إن شاء الله على قناة النادي الآلي اليوم الثاني إن شاء الله هيكون يوم الجمعة هيكون مباراة المجر ورومانيا وهتكون في تمام الساعة السادسة وأيضا هننقلها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الآلي وهيكون الستوديو التحليل قبلها بساعة قريبا على الساعة الخمسة اليوم التالي إن شاء الله هتبقى المباراة الأخيرة وهي المجر ومنتخب مصر وفي نفس التوقيت أيضا هتكون الساعة السادسة مساء وهيكون الاستوديو التحليلي قبلها بساعة إن شاء الله الساعة الخامسة وزي ما وقتناكم على قناة النادي الأهلي احنا دايما هنكون جنب يعني أبطلنا مش بس أبطلنا في النادي الأهلي أكيد طبعا كل الدعم اللي رجلنا وعلعبنا في النادي الأهلي ولكن زي ما قلنا دايما إن اسمه مصر هو الاسم الأكبر وهو الاسم الأهم لينا وهو المظلة الكبيرة اللي طبعا بتجمع كل الأندية والنادي الأهلي أكيد أحد هادي الأندية واللي بيشارك بدور كبير وخناته النهاردة بتشارك بدور كبير عشان تنين لحضراتكم مبارات منتخب مصر إن شاء الله كل التوفيق لكل الفرق الرياضية لمنتخب مصر